الخلافة المصرية التركية استمرت حتى لاحف الأفق تحول إيجابي بعد إجراء مصر وتركيا في مايو وسبتمبر في عام 2021 أكثر من جولة لمحادثات استكشافية بينهما بشأن الأزمة في يونيو عام 2022 زار وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين أباة القاهرة للمشاركة في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية وكان أول وزير تركي يزوره مصر منذ كثير سنوات في الثالث والعشرين من أغسطس من العام نفسه أي العام الماضي انطلقت اجتماعه نظمته وزارة التجارة التركية كان في القاهرة بين رجال أعمال أتراك ومصريين وصل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 85% خلال الربع الأول من العام الماضي مقارنة مع المدة نفسها من العام 2021 مسارات التشاور والتقارب تلك ترجمت فعليا بقمة تاريخية عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردغان بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مونديالي قطر أواخر نوفمبر الماضي تلك القمة عدتها الرئاسة المصرية أنذاك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتواصلت التصريحات الإيجابية المرحبة بدفع العلاقات إلى مستوى أكبر بين البلدين وتوجت عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا باتصال من الرئيس المصري بالرئيس أردغان ثم تبعها زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري لأنقرة في السابع والعشرين من فبراير الماضي مع توالي إرسال القاهرة مساعدات إغاثية وإيوائية وطبية إليها ليزور بعدها وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو القاهرة الشهر الماضي شاويش أغلو توجه طبعا التقارب بدعوة وزير الخارجية سامح شكري لزيارة العاصمة التركية أنقرة اليوم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة